احنا نازحين من سنجار صارنا 9 سنوات قاعدين بالمخيمات وبدهوك وبأربيل وبالموصل صار شهرين نشتغل على عودتنا على ساس انتظرنا 9 سنوات حتى الوضع الأمني يصير أحسن وانه النفوس يصير أطيب وانه الوضع الأمني الجيش يسيطر عليه بعد ما سمنع بالإعلام انه جيش مسيطر على سنجار 100% اليوم بعد ما رحنا تفاجأ انه لا اكو قوات أمنية ما نعرفها بشين هي هاي اللي مسيطرة على سنجار هاي اللي رادية تعتقلنا انا شخصية رادية ويعتقلوني حصلونا بالجامع بلغنا جيش انه غادروا سنجار الوضع الأمني غير مستبت ما وصلنا بعد ممكن عشكة لما تدخل سنجار حرقوا جامعة الرحمن وبدأت اطلاقات نارية وللأسف فنطالب من المحافظة ونطالب من عظامة النواب المحافظة ونطالب من مجلس الوزراء وضع حل قطعي ومئة بالمئة لها السنجار كافي تسع سنوات نزوح تسع سنوات اتهمنا بكل التهم كافي يعني جد راح نعيش يعني نتظر بعد ثمانطعة سنة الجيال عدنا طلعت بعد ما يعرفون شنو هي السنجار وإحنا راحين كلتنا ما عدنا كل شي لو عدنا شي ماتش راح نعيش نجار راح نطالب بحقوقنا صار لهم تسع سنين مستغلين يعني أملاكنا وبيوتنا نريد نرجع للجامع ما يقبلون يعني نعمر الجامع وبعد ما طلعنا هاجمين على الجامع وحارقينه يعني لو إحنا باقي هناك يتعدون علينا وإحنا هل البلد الأصيين يعني إحنا ما جايين من غير مكان إحنا هل البلد وجايين متعدين يعني ما يريدون أن نرجع لبيوتنا أملاكنا هي تسع سنين إحنا عايفينها الإجارات هنا بصراحة بعد ما نتحمل يعني مواضل عدنا يعني كل شي والله بصراحة ناشد الحكومة ناشد سيد الرئيس الوزراء المحافظ المحترم السيد اللواء الليث الحمداني يسووننا حل كافي عدنا أحد الأخوان العائدين اللي هو طبعاً اسمه أياد محفوظ الدعوه بأنه داعشي زين فهو إذا كيف هو داعشي إذا هو بالحشد يداوم أو كيف إذا هو داعشي هو يقدر يجع يعود ومدقق اسمه أمنياً من قبل قيادة العمليات ومن قبل الاستخبارات وليس لدي أي شي ناشد السيد الرئيس الوزراء المحترم السيد محمد السوداني بحل قضيتنا بعد ما ظلنا أي كلام يعني صراحة أننا رح نقيم المظاهرات في مجلس محافظة نينوى والاعتصامات ولم نتخلى عن اعتصاماتنا ومظاهراتنا التغيير القوات الأمنية من داخل قضاءة السنجار وفرض الأمن في داخل سيطرة السنجار ويعادت النازحين إلى ديارهم من المخيمات ومن الهياكل والإيجارات نحن رجعنا على السنجار نريد نأخذ بيوتنا نريد نقعد ببيوتنا نريد نعيش بأمان كافي ملينا من الغربة ملينا من الهجرة اتهجرنا احنا هالي سنجار الذي قاعد قاعد أسها بالبصرة وبالصويرة وبواسط وببغداد وبالموصل وبأربيل بكل المحافظة في العراق اتوزعوا اشارت الناس نتيجة هذا التجريع نريد نرجع لبلدنا نتيجة رجعتنا احنا رحنا هناك اكو ناس من الموجودين لداخل السنجار اتلقونا واستقبلونا واكو ناس لا العكس العكس قابلونا بالضرب وغير شكل ضربوا اثنين من جماعتنا من هالسنجار اللي موجودين زين ضربوا شباب شباب من عدة اثنين يعني آني من الناس انا هسا احتيلك انا اقل ناس اقل واحد من هالسنجار مضرور اقل شي اقل شي مضرور نص بليار نص بليار كلها راحة هسا انا ما ندور عن راحة ندور عن شي جديد الريد نعيش الريد الدأسة دعنا نعيش ان انا نبني نفسنا من جديد شكرا لهم